الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم إذن بعد مجموعة من شرحات الاختراعات والأندويد والتطبيقات وما إلى ذلك أعود لألقاكم من جديد في شرح آخر من شرحات الفورمات ومع طريقة جديدة فكما يعلم بعضكم سبق وقدمت لكم على مدار السنوات الماضية مجموعة من الطرق المتميزة وأيضا بعض الطرق الحصرية في عمل فورمات لأجهزة الحاسوب في هذه الحلقة أقدم لكم طريقة جديدة بحيث سوف نستخدم بطاقة الهاتف ما يعرف بالس دي كارد أو الكارت ميموري أو البطاقة الخارجية في عمل فورمات للحاسوب بأي نظام ويندوز تريده مرحبا بكم مجددا أول شيء نبغي عليك فعله بطابعة الحال هو ربط الكارت ميموري أو بطاقة الذاكرة بالحاسوب بطبعة الحال يمكن ربطه بالحاسوب المحمول أو اللابتوب بكل سهولة لكن إذا كنت تشتغل على حاسوب مكتبي أو ديسكتوب فيمكنك أيضا أن تقوم برابط بطاقة الذاكرة الخارجية التي تستخدمها على الهاتف مع الكمبيوتر وذلك فقط بمشاهدة الحلقة الخاصة بهذا الموضوع تجدوا إن شاء الله في موضوع هذه الحلقة إذن بعد أن تربط البطاقة بالحاسوب تأكد من نقل أي ملفات مهمة فيها لأنه سوف يتم سحوها إذا بقيت فيها أنقل ملفاتك تأكد من أنها فارغة بعد ذلك مباشرة نذهب إلى قائمة إبدأ ونكتب CMD نقف عليها نضغط على زي الفأر الأيمن ونختار لتشغيلها بصلاحيات الأدمن مباشرة بعد أن تفتح معنا CMD نكتب الأمر Disk Part بعد ذلك مباشرة نعطي الأمر Last Disk يظهر لنا جميع الأقراص المتواجدة في الحاسوب كما تشاهد Disk 0, Disk 1, Disk 2 إذن سوف نختار القرص المناسب من خلال الحجم كما تشاهد معي مثلاً في Disk 0 يقول لي هنا في Size أو في الحجم 232 جيجا بايتس في Disk 1 يقول لي الحجم هو 149 جيجا بايتس وفي Disk 2 أو رقم 2 يقول لي الحجم هو 7684 ميجا بايتس بمعنى في حدود 8 جيجا بايتس وبالتالي فهذه هي بطاقة الذاكرة التي أستخدمها أنا الآن لو ذهبنا إلى الأكسبرور أيضاً سوف تجد الحجم عندك هنا حجم بطاقة الذاكرة كما تشاهد حوالي 8 جيجا بايتس 7.49 هو نفسه هذا الحجم هنا إذن من خلال الحجم يمكنك أن تختار Disk تأكد من اختيار Disk المناسب وفقاً للحجم هذه عملية مهمة بعد ذلك نكتب Select Disk ثم الرقم هو في حالة أنا الآن إثنان قد يكون في حالتك أنت واحد أو صفر إذن مجدداً أركز وأحكر على هذه النقطة حتى لا تختار أي قرص آخر وتقوم بعمل فورمات له تأكد من اختيار Disk المقابل للكارت ميموري بعد ذلك فقط نضغط على Enter أو أنتخي ملاوحة المفاتيح ثم نعطيها أيضاً الأمر Clean ثم Enter أيضاً الآن نكتب Create Partition Primary أيضاً إضغط على Enter أو أنتخي بعدها مباشرة Active أيضاً Enter ثم نعطيه Assign ثم نضغط على Enter أو أنتخي ملاوحة المفاتيح وكما تشاهد معي تنبثق معنا نافذة جديدة إذا لم تظهر لك فسوف تجد هنا وميد في الأكسبرور بمعنى أنه نافذة منبثقة جديدة ظهرت وكما تشاهد عند الضغط عليه تنبثق لنا هذه النافذة هذه النافذة التي سوف تظهر لك مباشرة بعد إدخال الأمر Assign إذن يقول لنا بأننا بحاجة إلى عمل فورمات لبطاقة الذاكرة نضغط على Format Disk ثم تظهر معنا نافذة الفورمات بطبيعة الحال نختار من هنا نظام Interface ثم نقوم بتأكد من التشير على Quick Format ونضغط على Start حتى يتم عمل فورمات سريع نضغط على OK إذا الآن تم تهيئة الكارت ميموري أو البطاقة بنجاح الآن نقوم بالخروج من أداة Disk Parts بكتابة Exit كما تشاهد معي ثم نضغط على أن ترونت خميلة واحدة المفاتيح ثم الخروج من أداة Disk Parts والآن نعطيه أمل BoatSect.exe أو BoatSect.exe أو نقطة Exe أو Exe أي أن كانت اللغة على هذا الشكل ثم Space أو Space Slash Anti 60 أو 60 ثم أيضا Space أو Space والآن نقوم بإدخال الحرف المقابل لبطاقة الذاكرة كما تشاهد معي بطاقة الذاكرة في حاسوب أن الآن أو الكارت ميموري لديها الحرف E بالفرنسية أو I بالإنجليزية في حالتك قد تجد هنا الحرف R أو E أو F أو G أو H أو أي أن كان الحرف المهم تأكد من إختيار الحرف المناسب لبطاقة الذاكرة هذه أيضا من المراحل المهمة جدا التي يجب أن تركز فيها اختر الحرف المناسب لبطاقة الذاكرة الذي تجده في بطاقة الذاكرة هنا إذن أكتب في حالة I أو E ثم نقطتين رأسيتين على هذا الشكل بعدها فقط إدراط على أنتر أو أنتري من لوحة المفاتيح إذا الآن بطاقة الذاكرة جاهزة للعمل مباشرة جاهزة للإقلاع كأنها USB أو QS DVD كل ما علينا فعله الآن هو نقل ملفات الويندوز إليها إذا كان عندك الويندوز في ملف ISO مثلي الآن فكل ما عليك فعله هو استخراج ملفات الويندوز من خلال أحد البرامج مثل وينرار أو 7zip مثلا في حالة استخدام 7zip أقف على ملف الويندوز وغط على زر الأيمن وأختار 7zip ثم أختار Extract Files كما تشاهد معي تم وضع مجلد للويندوز على سطح المكتب ويتم استخراج ملفات الويندوز لنتظر إذا حين انتهى هذه العملية إذا كما تشاهد معي هذه ملفات الويندوز تم استخراجها أما إذا كان عندك الويندوز في قص دي في دي في دي فكل ما عليك فعله هو الذهاب إلى قص دي في دي في دي وتقوم بالوقوف عليه وتضغط على زر الأيمن ثم تختار Open New Window أو فتح في نافذة جديدة كما تشاهد أيضا يفتح لنا ملفات الويندوز الموجودة في قص دي في دي في دي كأنها تم استخراجها أيضا الآن سواء كانت عندك الملفات أخذتها من قص دي في دي أو من ملف الايزو فقط قم بنسخها بالكامل على هذا الشكل ثم قم بوضعها في بطاقة الذاكرة التي قمنا بإعدادها أو بطاقة الهاتف وننتظر إلى أن يتم نقلها أيضا بالكامل هذا كل شيء في الأمر الآن بطاقة الذاكرة جاهزة دعونا نتأكد هل بالفعل يمكننا عمل فورماط من خلالها أم لا كما تشاهد معي أنا قمت بإعادة تشغيل الجهاز وكما تشاهد مباشرة دخل معي لبدء في تثبيت الويندوز 8.1 لأنه هو الويندوز الذي اخترته بطبيعة الحال في حالتي لكن أي ويندوز قمت باختياره أي كانت النسخة فسوف تتمكن من تثبيته إذا لم تكن أيضا تعريف كيفية تثبيت أي نسخة من النسخ أو المراحل التي ينبغي عليك متابعتها فهنا لك مجموعة مشروحات الفورماط قدمت على موقع مشروح تجدوا إن شاء الله في موضوع الحلقة والرابط أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تكون قديسة فتمنها لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة الحلقة ثم الاشتراك في القناة الأولى والثانية لموقع مشروح حتى يصلك الجديد كما لا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش مشروح وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باباوكاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر